موسيقى مسهل خير لكم مني أنا جورج شهين ومن الوزير السابق روجه ديب أطيب التمانية أما وقد ولد لنا مجلس نيابي جديد يتسلم مهماته يوم الأحد المقبل ينشغل كثيرون بأحصاء كتلهم النيابية متجاهلين سلسلة النكسات التي أصيبوا بها من اللحظات الأولى نتيجة شقاق البعض عنها في هذه اللحظات التي تلت إعلان فوزهم واعتذار البعض الآخر بعد أن تم ضمه إلى هذه الكتلة أو تلك في إطار سباق إلى الأحجام عدا عن استعداد البعض للخروج من الحلقات المقفلة والضيقة عند أول استحقاق حساس يمكن أن نصل إليه في أي وقت فالاستحقاقات الدستورية الكبرى النيابية منها والحكومية كما الرئاسية باتت على الأبواب وفي وقت قريب قياسا على ما تبقى من عمر العهد على كل حال ومنتظار الجديد على أكثر من مستوى فإن لقاء اليوم مع الوزير السابق رجيديب سنخصصه لاستكشاف المرحلة المقبلة وما يمكن أن يكون عليه الأفق المرسوم للبنان على عتبة تسلم المجلس النيابي الجديد مهما وهل سينجح اللبنانيون في إدارة المرحلة وعبور المحطات الدستورية وهل من أهمية للأرقاب والأحجام على أبواب هذه الاستحقاقات المصيرية مع الوزير هلوس أهلا فيك أهلا فيك ستشور مع الوزير انتخبت؟ طبعا هم ترست ويش بكل؟ أدو من فالما وين تنتخب؟ بالأشرفية بالأشرفية كيف؟ هي عظيم كنت النتيجة عظيمة عظيم تير منيحة مع الوزير بنا نهنيك ونهني حالنا بالانتخابات زارة بالانتخابات صحيح إذا رجلي بهايك بدي يعمل قراءة سريعة في محطة مهمة كانت بخمسة عشر أيار سبقتها ستة تمانية واثنعاش أيار كيف تلخص هذا المشهد؟ طبعا في عدة عنوان مهمة أولا أنه تغير جو مجلس النواب ونتقل يعني إلى حد ما بس دائما لبنان حسب الموضوح على القطع الأكتريات يعني ما عادت من لون واحد وبهال تمسك اللي كانت فيه بالمجلس الماضي وقد يكون هناك أكسرية جديدة صحيح الثاني شغلية اللي هي برأيي مهمة أعطيت انتباع داخلي وخارجي خاصة بعد حراك سبعة عشر تبقى ستشرين أنه شعب اللبناني بيقدر يغير بيقدر يعطي شيء مختلف وكلهم قالوا أنه ما بتفيد وما بتطلع نوعا ما للكتل الكبيري ما عدا المستقبل يعني السنائة حافظ ما عدا من قرر ألا يحضر صحيح نعم وليد جملات زيد القوات زيته زيده طيار الوطني الحر نقص بس مش كتير بالعدد يعني حافظوا على على تمثيلهم يعني ولكن بخطاب جديد خاصة لوليد جملات للطيار نفسه وللقوات لبنانية الوضع طبع المستقبل والطائفة السنية كمان مهم الطائفة السنية سوف يكون خروقات مهمة من الحراك ومن يمين المستقبل يعني مثل اللواء ريفي والجو العام السني هو من الجو يلي مش موافع على تصرف السنائي شفنا بصيدة حتى منقول ترابلوس حتى منقول بعكر والشي اللفتني أنا كمان كتير شيئين أولا أنه كل حلفة حزب الله مرات طيفته تقريبا نقضى عليهم يعني مع عدد طيار الحر يعني خاصة بالطواف الإسلامية الطائف الدرسية والطائف السنية نوع من تابولارازا يعني والشغال التاني أنه رئيس الحريري ما سمح للي نوعا ما كانوا اعتبروا نعم بتحدي لأله بالطائف السنية من داخل المستقبل الماضي يعني لا الرئيس سانيورا ولا استفعلوش ولا سامي فتفت قدروا ما يخلوهم ينجحوا ونجح ناس آخرين بيقولوا قريبين من المستقبل أو طلب منهم جوز هو بطريقة يعني مش ظاهرة بس طبعا يمكن الإشارة إلى يمين المستقبل أدأ صحيح راشد الله عبد اليوم لأينا أنه حتى الرئيس الحريري ادري حافظ أو ما يخلي يلي اعتبرون أخصامه كانوا بطياره أنه ما يخدوا انتصار ويأخدوا تمثيل صغير ولكن ربحوا معركة الاقتراع يعني ما كان فيه مقاطعة بالطائفة هاي العنوين يلي أنا بشوفها وآخر شغل يبقل بتفتلي نظري كتير كمان أنه تماثل وضع الجو اللي تغير بالانتخابات اللبنانية الانتخابات صارت بالعراق والعراق بما أنه سبقتنا في سنة ممكن تكون شوي مؤشر نحن والعراق عزية الموجة الله يرحم شار الملك عزية الموجة كان دايما يقولنا هالشي كنا بعدنا تلميذ نحنا يقلنا بتكون تعرفوا شو فيه شو بيصير باللبنان شوفوا شو بيصير قبله بالعراق فهي دول بحطوا العناوين الكبيرة ومن هن اللي اللي ربحوا وإن شاء الله قبل حيصير فيه صناعي التكتولات أربع خمسة تكتولات كبار وسطيين بالمجلس حتى هالمجلس يقدر يشتغل يعني شوية ديمقراطية كمان بمقاربة الملف ويقدر ينتوش وأهم شي يعني المطلوب هو إعادة التغيير بالتصرف بالصناعية الشعية هن طبعا بتمسكين بحق الفيتو برأس المجلس بالتلت المعطل تلت ميسيقية قبل التلت ميسيقية الطائفية المذهبية قبل التلت طائفية المذهبية هالنوع من المسالس أو هالفيتو حق الفيتو للطواقف الكبرى مصرين عليه بعضهم يحتكرون وفي غير ناس كمان لما نظلنا ظلمهم نقولهم بسموه الخصوصية والجبلات بسميه الخصوصية هن يسموه الميسيقية فبهالموضوع هذا طيب ما بدنا ناخد هيا لنعطي حق فيتو وبننا ناخد هيا لحتى تقدر هالتمثيل يكون جيد ومتل ما الأحزاب بالطواقف الكبيرة حافزت على تمثيلها ما حدا في يقول أنا ما عندي تمثيل مهم هل سيقدروا يتعاونوا مع بعضهم هيدا يلي منتأمله لأنه ازا ما صار فيه تعاون بيكون الجديد خسروا رهانهم والعتاق استمروا بالتصرف ذاته يلي وصلنا لهون وبيخسر الشعب بس هالمرة كنت عم بحضر بيريح برنامج عمله أهل التلفزيوني الدوليه أنه في 69 بلد بالعالم جراء أزبط أوكرانيا والمشاكل يلي صارت يلي مهددين بثورات شعبية كبيرة مثل عم صير في سيري لانكا هلأ وحكيوا مني شوية هالبلدين وطبعا نحنا منهم طلعنا بمرتر التالت من الاحتفالين بتالت مرتب نحنا منهم وبدون ينتبهوا السياسيين على هالموضوع أنه فالهتي في سيري لانكا حتى الجيش في سيطر على الوضع بدون ينتبهوا تماما أنه إذا ما قدروا أنتجوا بسرعة لحلول يقدر المواطني يحس فيها بيوميته الله يسترون ويسترنا وصل إلى إذا نفصل ملف ورا ملف لا يوجد سياسي في سيري لانكا ينزل في سيارته ليس ماشي في سيارته يحرقون سيارته ليس قصة مطاعم بس مليحق بين مطاعم مع الوزير روجي ديب خلينا نبلش هذا المجلس خلينا نحكي كلام دستوري مش أكتر نحنا ابتداء من صباح لأحد عندنا أول استحق اسمه انتخاب رئيس مجسنوي بنائب رئيس عضائيات مكتب المجلس واللي جين أنيابي ما الذي تتوقعه في ظل ما أكده حتى هلأ هلأ قبل شوي دكتور جعجع قبله جبران بسيل مع حفظ الألقاب ما بدنا ننتخب الرئيس بره ولا بدنا نسميه والسنائش على مرشح لديه بين 27 إلا الرئيس بره كيف شو الصورة اللي بدنا عنا صور كتير مشوقة بدنا نشوفها بالمجلس هل تتوقع تسويات صفقات من بداية الطريقة شوف تسوي كلمة جيدة الصفقة غير مرغوب بها مش إنه غير مرغوب إنه كل التسويات صفقات بس إنه بمعنى الصفقة أطول ككلمة يعني بفضل يقول إنه إيه بيكون في تسويات وقال لبنان هو بحكم نعم تنوع طائفي والسياسي دائما بده يوصل على تسويات أو مع الأسف على حروب يعني صحيح على مشاكل باي فإذا ما بدنا نبلش نقول للسياسيين خاصة لنتخبه هلأ ويلي حكيوا بالمعارك الانتخابية كلام سقف عالي إنه أي تسوية هي رجوع للورا ويصيروا زيدوا ع بعضهم ما منعد نخلص يعني كلام الحملات الانتخابية شيء الكلام في الحكم والحكم شيء آخر انطلاعا من هون بنسبة للرئيس بري ينتخب ولكن بأكارية أو بتصويت أقل من العادة يعني بده ينتخب بس 60 65 67 يعني أكيد وليد جملات بيقسم كتلته وبيعطيه الأكترية بجوز بروان حميدي ما يصوت له وبيجوز في شيء بدي يترمم بالعلاقة بين جملات وبرية سيصوت للرئيس بري ما عنده مشكلة رئيس بري لا عنده مشكلة جملات لا في مشكلة بالانتخابية ببعض الدوائر الانتخابية طبعا من جملات إنه ضحها بالتفاهمات السابقة مع الرئيس بري بجنوب وبشوف بسهلا الرئيس بري هو يعوز يعني بيدبروها يعرفوا هل علي المميز زي بان الشخصين ما تتعطي الهم وهم كلينا نروح أغمأ شوال يعطيها المشكلة الرئيس بري لح تكون بالمكون المسيحي من يلي بده ينتخبوه يعني إذا الطيار ما بده ينتخبوه القوات ما بده ينتخبوه الكتائب بده ينتخبوه عنده مشكلة التغطية المسيحية باتين مثل ما يعني عودنا بهذا موضوع بيهمه يعني فممكن يصير فيه شوية تأخير وفيه معركة نصاب ممكن الأكترية جديدة تلعبها ليعطوا أوقات شوية بده يبالش من الأول معركة النصاب كانت هذه الأكترية جديدة اليوم تدين كل أشكال تعطيه للنصاب داروا عطيه موقف جزء كبير منهم خاصة قد يلجأ لا ما رح يلعبوا هاللعب ما رح يلعبوا اللي سمعتوا منهم خلينا نفوت بتفاصيل ما رح يلعبوا هاللعب يعني سمعت أكتريتهم اللي طلعوا يشوف طلعوا ببيروت اللي تسنيننا نحضرهم يعني بعد ما طلعوا ما طلعوا يبدو مش هيدا جو خلينا نحصر خلينا نربط معركة انتخاب رئيس المجلس بنائبة إذا بدهم ملحم خلف نائب رئيس فيهم يتخلوا التغييريين ممثل جديد ما ينزلوا وينتخبوه نائب رئيس فيهم يعطوا انتخاب رئيس لوية لبنية تقول لن ترشح حصباني وإذا تكدتوا الإصلاح والتغيير أو التير الوطني الحر بدهم رشح ليصبح صعب كيف بيعمل شو بيعمل ما في مأزق آخر في صورة أخر أخرى للمأزق المعركة ساعتها يتعدل التوازن المسيحي نسائيا عن رئيس وسياسيا عن نائب الرئيس عن نائب الرئيس من الأكترية الفعلية بالمجلس بكرة برأيك بالصندوق بتبين كيف أنتخب نائب الرئيس كيف أنتخب الرئيس طبعا إنه الرئيس لأني وان تيكتها ومع بعضهم بينتخبوه وبينتخبوه ما هي العام نقوله لأ بل في انتخبين صحيح بل الصندوق زيتا بدأت لك بزيت الوقت ما بعرف ما بتذكر لألك صراحة ما خطرت بل إلي إذا بخطوه وحدة بس أنا بتعطيت صندوق الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس وحدهم اللي جانية بي وحدة بتذكر علي ديك المرة وهتنزل أن يستنصار ضد الفرز اللي كان فيه تصويت مختلف مش الرئيس ما في يكون أنا بتعطيت هاو تصويتين مختلفين أول واحد مشكلته حتى بالأول جلسة بيجوس من بعدها بالأكتارية الحاضرين إذا حضروا كلهم عندهم مشكلة أكتارية بيكون وما سوى طوله بس بشك إنه وليد جملات يوصل لهم التاني المعركة السياسية يعني ميلا هجيب أصوات أكتر بالانتخاب لح تكون موضوع نائب الرئيس نائب الرئيس ضي انتخبنا الرئيس ونائب الرئيس وبنعرف كلنا كيف بتتشكل اللي جين كون خلصة تعلق لأنه التمثيل واضح تقريبا بتوزيع اللي جين عنا استحق وراء دغري الاستشارات النية الملزمة صحي لتسمية من يكلف بتشكيل الحكومة شو بتوقع رجيديب لهال ما بنا نبصر بس عصب قول شو بتمنى مش شو بتوقع بتوقع لأنه صعب يعني فيني يجاوب شوية عطنين يعني أنا بعتقد بعتقد الرئيس ما رح يعملها بسرعة بجوز الله شو اللي بتوقع في تريوس في تريوس لا يسمح يعني هدا مجلس ما بيعرف بعضه حتى الأكتارية الجديدة ما بيعرفوا بعضه حتى بقلب داخل أكتارية ما بعرفش بدي سميها ما بدي أنا ما بسميها حزب الله أو بتحالفين حزب الله والطيار والرئيس بالريب ما أني مش متفين لا تقريبا بلش يقبلون وموسيل القوى التغييرية سورة 17 بلش تصير مقبول يمصار بقلب المجلس أبل والباقي السناء الشيعي السناء الشيعي وحلفاء السناء الوطني يزيت لا السناء الشيعي مش وطني نعم نعم بجوز أهدافه يعني بيرغبوا بالوطني يعني أهدافه بجوز بس هو تكوينه والسناء الشيعي نعم فبدوا يستري حتى ما نحكي بالأكترية التانية اللي هي تغييرية أو اللي اجيت من المعارضة إلى الحراك يعني من الشارع إلى ايه فحتى الأحزاب يعني بين الكتائب ووهد وفي بحث بينتهم وهني مال عندهم أنه بجوز ما يشاركوا بالحكومات أنا توقع فإذا أنا أقول اللي حيصير أول شي ترييس 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 بالاستشارات بالاستشارات يعني الأخير رئي جمهوريئة ما فيه تاني شي ممكن يصير فيه توافق على مثل رئيس مئاتي لأنه مقبول إلى حد من الجميع يعني ما فيه انتعاض كبير ضده بس أأسى المواقف كان موقف رئيستي الوطني الحرج برام بسئل لن نسمي مقاتي مرة أخرى اعتبروا أنه خلصت مهمته بـ 22 شهر صحيح بس هو دي كل مرة ما سميه كمان يعني في كان فيه تفاهم خلينا نكون واضحا كان فيه تفاهم على الرئيس مئاتي وحتى كان فيه تفاهم أن نحتفظ بهذه الحكومة مع شوية ترتوش كل واحد بده يغير اسم لو أحده أكترية والوزير بوشيكيان كان متوقع أن يصبح نائبا وصار نائب قد يخرج منها الحكومة ولكن هذه الأكترية اللي تفاهمت على الاحتفاظ بالرئيس ما عادت أكترية بطلت أكترية ما اللي تصيح فإذا اليوم صار فيه شيء يعني متغير مهم هل الأكترية بتصوت كلها مثل بعض أكترية جديدة ما بعتقيت بالحقيقة وممكن يكون عندها عدة مرشحين وبهالحال بيرجع الرئيس مئاتي وهذا اللي برشحه يعني في سعي جدي لهذا القوى التغيير بدون حكومة تكنوكراط جدية صحيح وبدون مش حتى مثل اللي شو كيلت ممكن ينتخبوا سمية حكومة رئيس مئاتي تكنوكراط بس مش أفحد ممكن ينتخبوا حدا حطوا حدا إذا أمنولوا إذا قدروا يلاقوا مرشح يأمنولوا أكترية بيتكلف هالمرشح وهالمرشح بدوا يعمل مشاورته لحيكون أمام صعوبة هائلة بالتعاطي مع السناء الشيعي بما يخص التلت أو هني حصتهم وبما يخص وزارة الميلية هذه المتوقع تعمل أزمي جدية صحيح مش متل مرت الماضي وبرأي إذا نأخذ على الحكومات العادية قد نصل إلى وقت ثلاث أربعة شهر لنهاية العهد وعادة الحكومات أخذت أكتر تأليفة من هالوقت بناس بيعرفوا بعضهم الضغط الدولي هل ترى أنه الضغط الدولي مبارح الموقف الفرنسي الموقف المتحدة الاتحاد الأوروبي وخصوصا أنه فيه استحقاقات نحن بعد نعم نناقش بالشكل بس ما حدا بعد حكي شو بنا نعمل بمقتضيات اتفاق الموظفية مع صندوق النقد الإصلاحات موازنة كابيتال كونترول كيف تتوقع تتعاطى معها أنا برأي أنه كمان المجتمع الدولي المتمثل حاليا يعني نوعا ما ومتقدم بالتكلم باسمه هو الفرنسي كمان هيكون إيد بموضوع أي رئيس حكومي وأي حكومي لأنه بده حدا يقدر يتعاون معه الصندوق يتعاون معه أصدقاء لبنان وهالشي ينعرف بطرق معينة أو عبر اتصالات معينة مع كل الفرق وبأعتقد هذا سيكون يعني عامل مهم بس عوضونا السياسيين التقليديين بلبنان أنه ما بهمون بلا بدنه أكبر اتفاق ما بهمون مثل ما شفتنا رئيس ماكرون ما قدر يعمل شيء يعني وعشح وطار لنك ما ليس كمان نعطيها الموضوع الخارجي أهمية من ما يمكن يأخذ أنا ترجيحي بأعتقد أنه التسمية مرتبطة تريه جديدة تتفي عقسم 1 إذا لا بيطلعوا الأرجح بيطلع الأرجح يعني رئيس مسمى متأخر لأنه ممكن كمان بقلب الكتلة التانية ما يتفقوا على أسباب سرعة فإذا إجا وتسمى ب20 صوت و30 صوت وإذا كانوا 3-4 كله يخذ 20-30 صوت في كلام عن أسماء قديمة ستطرح من جديد نواف سلم رئيس حكومة هل تعتقد أنه سيكون دار لعودة السفراء الخليجيين العرب بهالموضوع لأنه هناك ما نتوقع إذا كانت هالعودة بشكل كما هو اليوم أن تؤدي إلى خلاف كبير بالموضوع مع السناء الشيعي مع رئيس الجمهورية مع فريق ما بتوقع هني ما بيسمحوا لحالهم يدخلوا بشكل سفر أو عنده أتصالات اللي بتصير السياسية والسرية بتصير أكيد ولكن بشكل يطلع حدا يقول أنا بقبل وما بقبل بضيع بتعطو هالمرة مع قوة كبيرة يعني مش مع قوة دونك ما بعت إياه تحت علم أنه بيكون جزء من الضغط الدولي هو في تفاهم فرنسي خليجي حول هالموضوع هلأ دونك الموضوع كمان رئيس الحكومية هو معركة سياسية بمتياز يعني هيكون فيه ثلاث استراتيجيات أما تمضيط الوقت واحد تمضيط الوقت لنهاية العهد أربعة خمستشعر يعني أنت عم بتقول أنت قد يتريس يجيوني عنها تراف الوقت تريس يعني خمسة ايام أربعة ايام حيالها يعطي شوية وقت لها العالم يحكو ما بعض هو أصلا دستولي يعني لا يخلص الوقت شوي للعهد وهذه استراتيجية الأولى استراتيجية تانية خليني يقول ميقاطية بفرسيون اخضى بعين الاعتبار نتائج الانتخابات اللي بدوا اللي ما بدوا وإذا بدوا بدوا ياخدوا في عامل كتير مهم بدوا نياخدوه بعين الاعتبار المعارضة جديدة أنه هاي حكومة في حال ما صار رئيسة مورية بدوا يكون سلطة الرئاسي بإيدها ما فيهم يغيبوا عنها كيف بيغيبوا ممكن انا تحكم مش ايه تحكم وتاخد تاخد وبدوا يكون عندها ساعتها بتحل المحل رئيس جمهورية ولكن مجتمعة مشانيك انا بقتري حال على هاي وحتى ما بدوا نشارك يعينوا هالخوة الرئيسية هالكتل الكبيرة يعني واحد عن القوات واحد عن تكتل اللي عم وانوا واحد بيجوز مع تكتل التالت يحطوا ثلاث وزارة دولة كل واحد يحطوا وزارة دولة يعني عندوا قدرة على تعطيل الانضر رئاسي بوزير دولة ما بياخدوا وزارة حق بس لا يحلوا لما يقدروا لانه بتعريف الناس مش منتخبطون لما يصير في حكومة هدا السؤال هدا وهاي اذا حسبوها انه لأ نحنا اليوم الاولوية عنا اننا نفوض المواضيع يلي هي بدأ انا بولد يشتغلوا بالتساوي بين الملفات الكبيرة والمفاوضة اللي يجب تصير اليوم هلا انه على شيء انا بلصى على ثلاث اشياء اولا على الحكومة اكيد رئيسة وتكوينها اذا بدوا شاركوا تانيا على السراتيجية الدفاعية وثالثا على الانون المركزية يتفقوا انه نحنا هالحكومة وين حطيت مقتضيات التفاهم على صندوق النقات بقلب الحكومة ضمن العنوان نعم لابد منها اثنين وثلاثة سيكون شوية برات الحكومة بالليجين الوطنية اثنين انه بعد الحكومة مع رئيس جمهورية بيكون فيه ليجين بتشغل تحت رأسته على موضوع استراتيجية الدفاع وموضوع المركزية ساعتها صار فيه باكيج كتير مهم لجماعة القوى المسيحية والرئيس جمهورية حكي عن المركزية وطالب فيها قبل الانتخابات الرئيس بري قالت لح تكون اولوي قضية المركزية من ست سنين انتو خبر رئيس الجمهورية وقال استراتيجية بفعيل شو قال شو ما لأنه هذي الحناوين عم نمره عاد كامل مش عامل اليوم فيه التزامات لأن فيه حكومة جديدة وبتي تقليف جزء عن برنامج هالحكومة بدون يعملوا باكت جديل بس يخلصوا انتخابات المجلس أنا هذا المنزح فيه ولما بدون يشارك هأنه ما بدون يحمل إنه ما بدون طالما الرئيس عون إنه موجود أو عم تكون حكومي فيها حزب الله وغيره وبدون متخوي فيه يخذ وزارة دولي لا يقدر يضمن حق البيتو طبعه يعني انت الحكومة إذا لسا ما حلق حتتمنى حكومة مختلطة بين التكنوكرات ووزارة الدولة هذي طرح الرئيس من يعطي مرة الماضية وبطريقة بشكل أشكال وما مشيت تكنوكرات مش تكنوكرات وسيئسيين بيجيبوا تكنوكرات يعني أنا بقول أكتر يعني هالحكومة محييدة ما بعتقد كلهم إذا اليوم مثل هذه المرة إجا الرئيس ماكرون بعد انفجار البور ورهيب وعساس كلهم وعدوا إنه منجيب نحن ناس وتكنوكرات ومحييدين حكومة مهمة برم ظهروا قالوا الرئيس بري والسنائي إنه بنا وزارة المال لقلنا كله مني بس هاي لقلنا لأنه هاي مسئية وكرت وكرت السبحة ورئيس الحريري مش معهم ووقت وطير الحكومة كلهم مش طير مصطفى أديب هي هالمطالبة ومو وفاة الرئيس الحريري عليها أديب استقال دغريوات وفاة الرئيس 26 يعني استقال دغريوات رئيس الحريري قالوا بنمشي بها وقال له أنا مش أنا موفق هو هو يوفق وهلا لو ما وفق رئيس الحريري بقل لك ما بتصير ما بتزبط ما بيمشوا ما بيعملوا بس أنا ده خطأ كان لأنه ساعتا خلي تولى رئيس ماكرون هو يحكي الرئيس بالرئي أو يحكي حزب الله اللي كان بيحكي معه أنه لا معرق لنا بدل ما طلعت براس رئيس الحريري ورئيس دي يعني وقت طيح عند هذا الاستحقاق كنا عم نقول ما عنا ترى في الوقت نحن لوحة ثلاثين ثلاثين الأول نصيح خمس تشهر صحيح خمس تشهر كيف يمكن أنه برر للمجتمع الدولي اللي قبل معنا باعتفاء على مستوى الموظفين وفي مهال ونحن عم نعيش أزمة نقلية لا مسئلة لها اليوم قصة البنزين اللي فهمته هلأ قبل شوي أنه محتمل ما عرف وين توصل تانكة البنزين إذا صارت على الدولار وعن يعطينا أحد المسؤولين تشبيه أنه بأربعين تقريبا بتسعة وثلاثين أيرو تانكة البنزين بأوروبا فيه درائم أكتر عن والأمح على الطريق هل يتوقع رجديب أن يتصرف أحد بطريقة هاك تفجئنا مثل ما فجئتنا نتائج الانتخابات يعني نحن على محطة إما نحو الانفراج أو نحو الانفجار أي خيار ترى ما بدي تمنيات ما الذي تخشاه وما الذي ترغب به لتلك أخشى أنا أنه دجاء أنت اليوم خلصة الانتخابات هالأحد نحن شو اليوم ما خلصت عرفنا نتائج للأربعة للتالت للأربعة بعد يومين واليوم قال رئيس النقابات الأستاذ بشارة الأسمر أنه يلاقي أنه ما بقى فيه طحين وغلل بنزين كله بصغط الانتخابات الدولار وطلع عشرة من يوم الأحد شو معناتها أنه معناتها فيه هنا لك تحرك تحرك إن ما عم بيتحرك عم بيتحكم وفيه اللي متحكمين ببعض النقابات من يتحكم بالدولار محدا محدا أسهل شي اليوم نقول حكي مصر في لبنان مجرم وننشيله ونحطه وقد يرتبط مصيره ببعض لش كنت عم بقلك بتسويات شوف قضية الدولار إنه رئيس الحكومة المطلوب حسب بعض التفاهمات بالتالي الوطن الحر أو بعض إنه مرتبط بأول قرار بتاخذ الحكومة بيات سلامة لو كلها رئي جمهورية شهر بعد ببعض إن شاء الله إنه إن شاء الله بالنسبة لها يقدروا يفرضوا نجزم عهدا مقبلا بحكم جديد وعينه قبل بأربع وستشار وبتريحوا من الحالي يعني مش مشكلة مش هاي المشكلة أصلا خلص يتمدتوا يعني بهالقرب بالعهد جديد يعني بس الموضوع الأساسي هلأ اليوم من سيتحمل عدم التشكيل وعدم هون السؤال لأنه لح تتحرك الأرض ومتوقعاتي إنه الأرض لح تتحرك وعم تتحرك وهذا ضغط اليوم الدولار على الأيروب 1.04 1.03 كان نزل من قيمته يعني بهال 3-4 سنين الماضيين أبو 30% ونزل من هلأ بآخر أزمة الأوكرانية كان 1.14 4.04 يعني نزل 10-12% الدولار طالع بقوة 1-2 البنزين طالع بقوة القمح فيه مشاكل بالعالم ما فينا نقول بس هايدي قصص لبنانية ما أنت اليوم هيدا عم بيستورد طحين أو بيستورد بنزين بده يلحق مشان هيك هيدا عم بقوله لتر البنزين بأوروبا 1.89 أيرو يكون في ناس وفي قرار إنه بننا نحل لأن في ناس بيقولوا لا ما بننا صندوق النقط بنحل نحنا بأهلية بمحلية وما في لزوم لا في وحياتك وفي ناس مسؤولين كبارية نحزلك يا في ناس نظرية مسؤولين كتير كبارية وفي لون صندوق النقد و30 مليار وإيرو نحنا نحنا ندرين على خلفية على خلفية إنه إذا صار فيه انفراج سياسي وإذا أحلام هيدا بيرجعوا بيجوا المصريات وإذا العالم عنده سأفيك ولا عنده سأف المصاريف ولا عنده سأف إذا ما فرجينا سأف ما رح يرجع ريش يعني هاي أحلام وأوهم من يلي أعطوا الأحلام والأوهم صارلوا من 4-5 سنين 7 سنين ووصلنا ووصلنا لهم وفي البعض مع الأسف من على المستويات الأولاد بعضهم بيصدقوهم فبدنا نخلص من هالنغمة إنه لا حل خارج المفاوضة مع الصندوق إنه الحل عندهم هيدا الفريق إنه منوصل الليرة على ما بيلي 40-50 يعني بيظل نخفف الاستيراد ومنحلها نحنا إنه مدروري إنه نصرف البنزين ولا طيب مزبوط بس إنه اليوم طيب شو بتعمل الفقير ما بتجيبله هي عادة بدون شبكة عمية اجتماعية مية بالمية فانطلاقا من هون كيف تحمي المصاريف يعني بكرا أقول تجيب إرش من بره لتقدر تبعث لتجي يعني فيه مشاكل كتير كبيرة فأنا أظن إنه الشارع سيدغط أولا على السياسيين ولكن اللي هيكون للشارع عنده مشكلة اللي هيحدد من المسؤول إنه أنا بلاقي اليوم نقابات اللي هلأ اللي عم تقوم وتجي وكذا وتجتمع وتعطي تصريحي كبيري هاي نقابات محسوبة على الرئيس بري تسمع منني وأسميهم إلى أحد وهو عاكولين كتير ناشط هونيك ومشي ناكل موضوع اليد موضوع اليد مشي ناكل اليوم رئيس تحد نقابات أستاذ بشارة الأسمر قالوا يا عمي هلأ طيب شو كان إنه جمعة الماضي معي زيت لأنه ليه هلأ قمته بما معناه إنه عم بيحط نوع من تعجب وكمان الثورة وصعبت عش تشرين مش هتكون بالمأزخ نويه بصاروا بالمجلس أراسي وقدريني صار إلهم مش حق الفيتو بصاروا بحجم بالقليل إذا بدروهوا على المجلس توري صار في عشرة يقدموا طاعن بسهولة مية بالمية بس بعد المجلس بعد مقلع يعني ما فيك اليوم هالكتلة الجديدة إنه لو يطلع منها وتقدر تأثر على حكومة وتتحمل مسؤولية وترائب وتنزل مشاريع بدك سنة من اليوم حط براسك سنة يعني لتصير هالكتلة الجديدة فعالة أهلا أوكي بتنتخي بتعمل حكومة وبتدرس أوينين وتكتر خيرهم يعني اللي عم نسمعهم منهم على التلفزيونات شي مشرق جدا جدا يعني ونوياهم وشهاداتهم منطقهم شي فعلا وهذا شي كويس ليعطي نتيجتين أول نتيجة وجودهم هني وتاني نتيجة لحيجبر الأحزاب تأدي أداءة هذا السؤال حسن أداءة بعد هذه الكتلة الكبيرة قادرة تروح بالمنطق ذاته بعده قادر حزب الله أو تيار الوطني الحر أو حركة عمل أو القوات اللبنانية قادرين بعد نكمل مع الوزير نحن فيتين على بعده رئي جمهورية هو ذاته رئيس مجلس نواب هو ذاته وقد يكون رئيس الحكومة ذاته شو تغير ايه قرروا أن يتغير هذا الطاقة أو هذه المنظومة يتغير به انتلاقة من هون نعم برأيي معركة تغيير الكبرى ستبدأ بعد نهاية العهد شن هيك أول شغلي ما حاجزين حدا يعني من المشكلة هلأ برأيي وهي نصيحة في أحد أصدقائي بعتلي كلمة حلوة قال لي شو الفرق بين الرجل الزكي والرجل الحكيم والجواب الرجل الزكي عنده حلول للمشاكل والرجل الحكيم بيعرف كيف بيتفادل المشكل ما بيخلق المشكل يتجنبه فأنا بنصح أن يكونوا حكمة يتجنبوا المشكل هلأ ويمشوا الحال بالوقت الحاضر ليأمنوا وببداية العهد الجديد كل حادث له حديث وحدا اللي حيحسبهن على الألوات اللي بتفكر أنه أحد الاستحاقات الكبرى مع تحسين أفضل شي ممكن بالحكومة يلي يلي بدت يجيه ومع تحسين بقدرت بس إذا ما صار فيه انتخاب رئيس وهذه بنا نحسبها عدنا سنتين بلا رئيس أنه يكون عنده نقطرة أي قرار مش عجبون أو فيه خلال يعطلوا يحطوا وزراء دولي خلصنا هنا نصيحتي إلى أي حد اليوم تتوقع يكون انتخاب الرئيس لأنه في عنا قد تكون انتخابات الميابية إذا بقينا على منطق الرئيس الأول هل سبا يستمر هذا المنطق أم أن الانتخابات أنهت أدوار المرشحين اللي بسمع فيهم كل يوم الله يرحم جون عباد يعني وقالا كان أضيف عليه حكم الرئيس القوي اختراع التهمت فيه باطلا أنه هذا كان فيه اتفاق عليه والبترك وفع عليه وده مش مظبوط هذا الكلام بالاتفاق صار بين أحزاب بهالأحزاب كانوا رافضين وكليا التعبير ومبدأ الرئيس القوي حزبه الكتائب والقوات اللبنانية مطلق يعني ولا وفع أولا بالنص قال أنه اتفاق معراف أكتر شي لمس بعدين هذا بعد أصد هذا صار فيه اتفاق بس مش أنه فيه هناك اتفاق رئيس قالوا اتفاق بيكون هو حيسيته وينطلق من مكون ومن الحيسية وبيروح هذا الكلام بينتهم بس هو تسوي أكتر شي نذكر بهديك المرحلة أنه أنا بأصر بعبدة ستتين رئيس بس لنقول حتى باتفاق الأحزاب ما كان في شي اسمه الرئيس القوي بتروح عاتفاق معراف باتفاق سياسي ممكن صير مثل بكرة أو بكرة بكرة طلع أنه الأقوى في طائفتي طالما أنا رئيس بره أبدي أزلي رئيس مجلس نوى رئيس أكبر كتلي رئيس رئيس أكبر كتلي سني كانوا رفضين الكتائبل وكانوا أربع بالمفاوضات اثنين رفضين واثنين عم بيحكوا فيه عم بيلمحول وحتى فرنجية ما كان يعني محمس له لأنه عارف هذا العام مش لاله بهال موضوع هيدا بهال اتفاق صار يتراح أنه موضوع هوبر نوعا ما وأنه عم بيحكيها بعض الأطراف للتقفى الإعلام لأنه شعار حلو وجربوا يلزقوا لهون ولهون ولهون بس هذا كان هذا التعبير والمبدأ لا تصار فيه تويف عليه في حزبين من الأربعة رفضينه كليا واللنغاج إذا ترجع نص الاتفاق عندك ما في كلمة بعدين باتفاق مع راب رجع ومكفة مع رئيس الحرير يترى الرئيس عون فإذن خلينا نقول أنه هالبريماريا اللي صارت ومشي فيها يجي الرئيس عون وبكرة بدو يصير فيه أي رئيس موريلي بدو يتفقوا له بدو ييجي يا أما رئيس بيكونوا هني هلكوا بعضهم وما قدروا يطلع منهم شي بيجيبوا حدا مثل ما جيبوا بعض الدوحة مثل العادي بيجيبوا حدا عسكري تجيبت رئيس سليمان ما كانت سايقة تجيبوا طبعا رئيس تجيبوا لو احتفظوا من أحكم الرؤساء هيدا المرؤساء الحكيم أكيد طيب أمام كل هذا السيناريو وعنا وضع عم يغلي بالمنطقة عنا حديث عن مفاوضات سعودية إيرانية فيينا رح ننسيها فيتت على الفريزر ويش رح يحكو ألا وهيدي توصف بمفاوضات سلحة فاتية هل يمكن أن ينتظر لبنان مثل هذا التفاهم قد مطال نحن فينا ننطر شوف كيف تقرأ هذه عودة السفر الغليجيين المشاريع اللي عم يعملوا السعوديين والفرنسيين الطلب إلى المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان ينضموا إلى هذه السنائية الفرنسية السعودية هل ستنقذ الوضع لا نحن مش مرتبطين بالتفاعل ناوي بإيران نصفي انتخابيات وما في بس نتحط الميزين طهران والرياض بجوز ممكن مرتبطين أكتر بالمباحثات بين رياض والسعودية إذا بدي أحكي اتفاق النووي بيخلق أجواء بالمنطقة ولكن اتفاق صعب جدا لحيكون لأنه عم بتجرب إيران تقول أنا صرت تقريبا 90% من الطريق أنه استحوزت على السلاح النووي إذا بدكم نوقف شو بدكم تعطوني يعني ما عادوا هني قبلنين بس بأيام أول اتفاق أول اتفاق كانوا الغربيين عم بيطلبوا أنه تتوسع الاتفاق النووي يتوسع لمواضيع إقليمية والصواريخ الباليستية اليوم إيران هي عم تقول لأنا اتخلى عن السلاح النووي بد اتفاق على موضوع الباليستي الي بهالطريقة وبد على دور إيران بالمنطقة يعترف به وبد تشيروا الحرس السوري عن لأحة العقوبات وأنه هيدي مناصمة إرهابية صارت هي بدها تاخد وأنا بعثي بهالمعنى بهالربط هيدا نحنا أقرب إلى اتفاق أهم مما كان هيدا كأنه تفاجأ مثلا الديبلوماسية الأوروبية وكيف يقبلوا الأمريكان يمضوا الاتفاق مع إيران وهذا كان انتقاد كبير وإذا تتذكر وقت الفرنسيين كتير تأخروا جربوا تقنيا يصعبوها بس الموضوع الفعلي كان كيف تمضوا اتفاق وما حكيتوا بإيران وشو عم يعمل الحرس الثوري والمنطقة الإيراني هذا ملف خارج اتفاق هلأ عم يقولوا لا هون يحكي التفاهم إيراني أمريكي كان عم يطالب فيه اليوم الإيراني كان وقت سعر الاتفاق على إيران العودة إلى المجتمع الدولي وياخدوا مصاري مضيوا الاتفاق وما أخدوا شيء جاههم ترامب مش بس ما عمل الاتفاق نزل فيهم كرسح طربة طربة أكثر نحنا لنتخلى على سلاح النقوي أولا بدنا اعتراف دورنا بالمنطقة نحنا أكبر دولة أكبر جيش أكبر اتنين نحنا بدنا إذا بدكم تشيلوا مننا بدنا ناخد ضمانات دفاعية وأمنية بأسلحتنا الباليستية ثلاثة نحنا ما نقبل جزء كبير من النظام بإيران والحرس السوري تعتبروا إرهابي يعني ما تعتبرين كل إيران إرهابي شو عم تمضوا معه يعني لا نقبل بالفصل وبتعرف أنت اليوم بالحكم إلى حد متقدم ما بدي يقول كامل هن الحرس السوري بالرئيس رئيسي خلص فصارت هاي معقدي مشانيك جوج نحنا رئيس وضعنا المفاوضات على ترسيم الحدود مع إسرائيل بجوز تكون شوي أكتر بمضوع إقليمي بيكون بجوز مرتبطة بالجو الإقليمي وهايك ولكن أمور شؤون الدخلية برئيس جمهورية ورئيس حكومة أما عودة السفرة الخلجية ونتيج عن تصور فرنسي أقنعت فيه سعودية إنه عنا مشكلة بلبنان أقنعتهم بالفصل بين الدولة اللبنانية وفسادة ومن يسيطر عليها والشعب اللبناني اللهم بجزء يلي هدا كان كله قائم قابل بظبوط هدا كانوا الدولي شي والمؤوم شي والرئيب شي هلأ إجهوا الفرنسيوية وأنا والصعودية إنه الدولي شي والمؤوم شي الدولي شي المجتمع اللبناني شي تاني إنه نحن مساعدات البرامج كلها خارج أي مؤسسة أو خارج أي هدا لعب لك إنه مثل ما أنت خالي إنه المؤومة خارج الدولي وهذا أبار نحن عمل لك الدولي بتروحون تيجي هون الدولي يجي تبيض شوية لهم بتروح لهم نيك أيام ولكن في مجتمع نحن بنساعده بغض النظر إذا مؤومة وإذا الدولي أنت إيدك عليها وإذا الرئيس عم بنحبه وأصلا هي فاس دي ما بنقمي فيها لحنساعد المجتمع الدولي وهيدا كان النيانس المهمة يلي صار ما شفنا شي كبير منها بعد ولكن عودة السفراء وهو بهالإطار هذا إنه لن نتخلى إنه نقوي المجتمع اللبناني ونقوي الجماعات يلي منا موافقة على موضوع المؤومة مثل ما إيران عم تقوي المؤومة يعني المهم اللبناني ما يقطلوا بعضهم يعني هل تكون هدا مساعدات اجتماعية اقتصادية ما تكون مساعدات لا سمح الله تتشخلي البلد يتشنج على آخر إنه مثل ما حزب الله كمكون بلبنان إله حق يقول أنحنا مقاومة وما نقرر شو بنعمل بالقرار السلمور وأنتو مش عجبكم باللو باللو أشربوا ماتها ومبارح ذكرنا فيها نايم حسن فضل الله بقيت اللبنانية واليوم بيّم الانتخابات إنه أكترية الطيف الدرزية بشكل واضح مع من كان بوليد جملات أولي طلع محل طلال إرسلين الطيف السنية على يوم المسيحية على الطيف السنية يحدس ولا حرج يعني واليوم والطيف المسيحية تتعب تخط تجربة أقفال بالإختارة وتطوئة وكيف فيه قرارات كبرى يعني بالبقى على الغربة بيشوف بيعلي هذا التحالف العريض بيجاب اللبنان الرابع عاكل ما عطا نتيجة يعني عطا رديد فعل عكسية بس بغض النظر التصويت فرجها إنه أكترية إنه التسع نواب اليوم عند وليت جملات صاروا إنه اليوم الطيف السنية إنه صارت أكيد أكيد موقفة على يمين رئيس الحريري يعني لا توهادن ولا ولا مثل ما هو كان يعني يقول نحنا ما نعلقش ما أعرف شو جملته هاي تعليق المشكل مدري شو والمسيحية ربط النزاع ربط النزاع لأخذوها الكتائب والحراك والقوات 70-80% معروف لوين هو كله إذا في جي جميعهم كان إنه موضوع السيادة وهالموضوع هيدا فحسب الله اليوم ما في يقول إنه هول بيمسلوا 70-80% من الطرف يلي منوا معي ما إلو زيت الحقوق يلي أنا عندي إياها بحرية استيراد من البنزين لسلاح والدليل السعي إلى أطفاء وسعب تصريح إذا محمد رعد سيد نصر الله كان كتير مبارح مهدن وإن شاء الله هذا بينطوي هل ترأدو هاي خطة يعني يقال يقال ما عارف إذا أنت من رأي هذه النظرية يقال أن حزب الله ارتاح كان في أثقال على عيده يعني شوف أنت مرتاح الحزب على بكل الانتخابات ما كان سئلين كان همه ترتيب العلاقات مع الحلفاء ترتيب بيت الحلفاء ما كان همه بيت الداخل أنا بعطي رأيي هل ارتاح حزب الله يوم هذا رأيي ما بيقول ما بحكي عنه ما بعرف يعني بس رأيي أنا أنه ما أنه بعيد يعني بعض المحلات كان فيه عمل أكتر لبعض حلافاء ومع أكتر ومع أكتر ومع أكتر بأكتر الخلاف والتخوف من عدة محلات أخرى يعني أه بأكتر أنه بيطلع ما بعرف 150 ألف صوت والتاني عنده ما بيعطيه 500 ألف صوت أو 300 لا يطلعوا ففي شي يعني من هالشي بأعتقد في شي حزب الله بهالانتخاب حب يخلص من هالحطب العتيق المبائي يعطيه بعد ما عنا دقيق تاني بس لأنه مضطرين ننتقل مباشرة إلى بات الكتائب المركزي بدنا نهني ونهني حتى بدنا ندهي الحلقة وما نكون منهني حزب الكتائب بأداءه كتلة النيابية وبالنتيجة وإن شاء الله كمان بدوره الرائد بيكون بتشكيل الكتلة وباللعبة البرلمانية السياسية بالفترة الآن قبل ما أخلص ما فيني يطلع رجدي من الستوديو ما عرف رأيه هل ألغيت زيارة قناس لبابا لبنان أم أرجقت لأنه ما جرى تبريره ما أنا حدا يوم لإلنا مش قادر صحيا أعلن عن برنامج طويل عريض بزيارة كندا بعد أيام قليل ألغيت أم أرجقت أنا بعتقد زيت اللغط يلي كان على وضعه وقت أعلنت في اللغط هل أرجعت يعني كانت من الأول كان مشروع زيارة أنا معلومة كانت مشروع زيارة أنا كمان بعتقد والإقتراح كان 12-13 هذا رأيه كان مشروع زيارة لم تكن أكيدة ولكن ما حبه ينفوه وقته عملوها بهالطريقة الفاتيكانية مع الوزير الجليب أنا بإشكرك أهلا في على هذه الحلقة وإلى جميع المستمعين والمشاهدين لكم مني أنا جور شهين أطيب التمنيات وإلى اللقاء في منشهة جديدة